الكويت ينضم إلينا رئيس مركز ريكونسينس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري سيد عبدالعزيز حيا كارلا معي في الأشرة الرابعة أولا ما هي الدلالات أن تكون الرياض هي المحطة الأولى لزيارة أمير الكويت الحالي؟ يا مرحبا أخوي خالد شكرا على الاستضافة أعتقد الموضوع بديهي والموضوع لا يحتاج إلى تفسير وأحيانا تفسير المعروف يعتبر إساءة لأن العلاقات الكويتية السعودية لا يمكن أن تصفها بكلمات خصوصا الآن الوضع الإقليمي لم يعد كما كان في السابق لم تعله هناك مشاعر ديمومة الاستقرار أو التفاؤل طويل المدى التي كنا نشعر فيه أعتقد لا يراد لمنطقتنا أن تستقر والكويت بحاجة إلى تعظيم علاقاتها ليست فقط مع السعودية ولكن أن تبدأ بالسعودية وهذا أمر جدا جدا مهم بالفترة الحالية وخصوصا الخبرة الأمنية والعسكرية التي يتمتع بها سمو الأمير الله يحفظها الشيخ مشعل الأحمد أعتقد ستضفي بعد آخر يفوق البروتوكولية المعتادة ما المتوقع في هذه الزيارة؟ ما الملفات التي ستناقش بين الطرفين؟ أنا أحب أن أتكلم بما أعرف وأحلل بناء على بعض المعطيات سمو الأمير حفظه الله كتوم جدا ويحرص على أن يرى الناس نتائج الأفعال ولا يسبقها كثير من الكلام وأعتقد هذا نهج جديد على الكويت بلد فيه ثراء اجتماعي والمجالس أو ما تسمى الدواوين يوجد فقر ونوع من الندرة في المعلومات التي ترتبط بشخص سمو الأمير وأنا أثني على هذا المسلك وأعتقد علينا أن نرى ولا أن نسمع طيب اليوم أيضا أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمينة الدستورية أمام البرلمان الكويتي أمام النواب وهناك سؤال ربما الأبرز والأهم الآن إلى أي مدى هذه الحكومة قادرة على التصحيح المسار أو التعديل في الكويت وكيف يمكن قراءة مستقبل علاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أعتقد الموضوع منقسم إلى جزئتين اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء وهو اختيار موفق اختيار حظى بقبول شعبي ولا ربما بمطالبات شعبية سبقت اختياره وهذا شيء نادر أن يحصل في الكويت ولكن أيضا لدينا السوابق والسوابق لا تجعلنا نتفائل يعني أنا إذا برجع للخمس سنوات الماضية فقط كنوع من المعطيات التي نطرحها ثمان أو تسع حكومات في خمس سنوات بعض هذه الحكومات تصادمت مع مجلس الأمة وبعض هذه الحكومات توافقت توافقا غير مسبوق مع مجلس الأمة من توافق ومن لم ينسجم كلاهما لم يكن له أكثر من أربع أو خمسة أشهر في رئاسة للحكومة فهذا الشيء الذي يجعلنا نقلق لأن السوابق كثيرة وليست محدودة لكن نتفائل باسم سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم المرحلة القادمة في قراءتك للمشهد بعيدا عن التفائل والتشاوم أنت محلل سياسي في الأول الأخير لديك بعض المؤشرات بعض المعطيات وبعض المعلومات التي يمكن من خلالها قراءة المشهد في الكويت من خلال هذه المعطيات نتحدث عن حكومة باقية حكومة يمكن أن تستقيل استجوابات غيرها من الأمور حال المجلس في رأيك ما الذي سيحدث في قراءتك؟ أنا أعتقد كلما كانت الحكومة بعيدة عن الدخول في ملفات فساد وللأسف هذا ليس شيئا نفخر به ولكن حصل في السعودية تنظيف للمؤسسات فيها وهذا أمر محمود والآن نرى تنظيف ومحاربة فساد حقيقية نرى أسماء لم نكن لنتصور أنها ستقف أمام قاضي نجدها الآن في السجن أعتقد إذا ابتعدت الحكومة عن السعي للدخول في ملفات فيها فساد وهذا إن شاء الله غير موجود ما الخوف من استجواب؟ ما الخوف من الشدة وفق الدستور في السعي للفصل بين السلطات؟ السلطة التشريعية لها مهام يجب أن لا تتجاوزها والسلطة التنفيذية لديها مهام يجب أن لا تتجاوزها الفترات السابقة كان فيه تداخل غير صحي وأثر على حياة الكويتيين العادية بسبب سوء الإدارة والتداخل الذي كان يسبب مشاكل أكثر من المشاكل الحقيقية وخلق نقاط ومراكز قوة لا يجب لها أن تكون موجودة في الكويت في دستور واضح محدد فصل بين الحقوق وبين الواجبات شكرا لك عبد العزيز العنجري رئيس مركز ريكونسس للبحث والدراسات شكرا لك